نحن يجب علينا أن نقلص الإصابات إلى الحد الأدنى وهذا يمكن فقط عبر تغيير عاداتنا اليومية وإن النظافة الشخصية وقواعد التباعد الاجتماعي والكمامات بهذه الأساس الثلاثة نستطيع أن نقلص من نقل هذا الفيروس من شخص إلى آخر إلى الحد الأدنى وبشكل خاص في الأماكن المغلقة وأماكن العمل ومراكز العبادة وفي المواصلات العامة يجب علينا أن ننشر استخدام الكمامات إلى الحد الأعلى وكل المواطنين أنا أناشدهم وأقول لهم أيضاً اتركوا الدخان والتدخين لأن التدخين هو أحد أيضاً نقاط الضعف في مواجهة هذا الفيروس وأيضاً هناك حفلات توديع الجنود والأعراس وبيوت العزاء أيضاً هناك حالات اقتضاة تحدث في هذه الاجتماعات ويتم التدخين في هذه الاجتماعات إنكم أنتم تبثون السمة في هذه المناطق وفي هذه الاجتماعات في حالات أي من هذه الاجتماعات الغير لازمة نحن أنا أطيت الأوامر إلى القبض عليهم لأننا نحن نولي أهمية كبيرة إلى صحة كل أبنائنا وأبناء شعبنا نحن كشعب يجب علينا أن نكون في إدراك واسع ويكون نتخذ كل التدابير ولا فقط أن نتوكل دون نتخذ التدابير فإن نهاية الإهمال هي إما الحزن أو نقل العدوى إلى شخص آخر فيجب أن أناشد كل الشعب إلى مراعاة كل القوانين والنصائح الرسمية وبهذه المشاعر أتمنى على هذه المدينة الطبية لطفي كردار أطلقنا عليها اسم لطفي كردار أن تكون مصدرا للشفاء وأيضا أحيي وأشكر كل من بذل جهدا في إنجاحي وإتمامي بناء هذه وأيضا أعيد الترحم على الدكتور لطفي كردار الذي ضحى بحياته لصحة شعبه وأيضا أخص بالذكر وأترحم على كل من فقضاه في هذه الأزمة وفي هذه الجائحة وأحييكم جميعا وأتمنى لكم أن تبقوا في سلام بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة شكرا لطيب المتابعة في أمان الله شكرا لطيب المتابعة